اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانا اقترح عليه صادقا ان شاء الله انشاء صندوق وطني لمساعدة الشباب على الزواج لماذا انشاء صندوق وطني لمساعدة الشباب على الزواج لان راكوا تشوفوا ان 90% من الاختطافات اسبابها جنسية لاهداف جنسية الشباب عاجز عن الزواج ولما يعجز عن الزواج هذا المؤمن المؤمن او يصبر ويقرأ القرآن ويروح للمساجد ويتق الله ويعلم ان الله مطلع عليه ولذلك يصبر ما يديش جريمة حتى يفتح الله عليه ولكن الفاجر الفاسق المخدر المصطول يعني يروح للجريمة سهل الزواج على الشباب باش ما تبقاش مبررات الجريمة ما تبقاش هناك مبررات كي والله عندنا اختطاف اطفال لأسباب جنسية هيا نسد منابع الفتنة لان منهج الاسلام في حل المشاكل هو سد المنابع سد المنابع ولما يكون الواد تعد جريمة يجري باش نسد المنابع واش لازم ننذيره لازم نعومه ضد التيار العوم ضد التيار ما تعومش مع التيار روح ضد وامشي امشي حتى للمنابع من جملة منابع الفتنة واختطاف الاطفال لأسباب الجنسية سهلوا على الشباب الزواج ديروا صندوق وطني لمساعدة الشباب على الزواج وانا ندرت له دراسة مذكورة في كتابي تأنيس العوانس والعاجيمة جاني حتى مسؤول جزائر يسمع مني جاني فقط